شكراً للمصطفى الثامن صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصرية أهلاً بكم شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الاحتفالية التي أقامتها كلية الهندسة بجامعة القاهرة باليوبيل الذهبي بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة للاحتفاء بخريجيها للدفعات بين عامي 1969 و 1973 وشهدت الاحتفالية حضوراً واسع النطاق شمل عدداً من كبار المسؤولين السابقين من المكرمين ضمن خريجي الكلية للدفعات بين عامي 1969 و 1973 وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبقان الدكتور أحمد نظيف والمهندس إبراهيم محلب وعدداً من الوزراء والمحافظين السابقين والرؤساء السابقين لجامعة القاهرة هذا إلى جانب الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة أفد مصدر مسؤول أن مصر تواصل جهودها مع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل لتهديئة بغزة والسماح بإدخال المساعدات مشيراً إلى أن القاهرة تبدل جهوداً مكثفة لعودة المصار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي وأكد المصدر أن الجهود المصرية تحظى بدعم دولي للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة رغم عدم رغبة أحد الطرفين التجاوب مع تلك الجهود مشيراً إلى أن اتصالات مصر المكثفة تأتي لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وأكد المصدر المسؤول أن لقاء فتح وحماس في القاهرة سعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة مشيراً إلى أن الحركتين أظهرت المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون القطاع وأوضح المصدر أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة كما أكد المصدر أن فتح وحماس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي منوهاً إلى أن لجنة الإسناد تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتتحمل إدارة قطاع غزة تظاهر مئات الإسرائيليين في تل أبيب تعبيراً عن غضبهم حيال ما يعتبرون أنه عجز لدى حكوماتهم عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير المحتجزين وطلب المتظاهرون الذين رفعوا أعلاماً وصوراً للمحتجزين باتفاق فوري بوقف الحرب مشيرين إلى أنه كانت هناك فرص لا حصر لها لإنهاء هذه الأزمة وأن الحكومة الإسرائيلية نسفتها كلها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ الثامن من أكتوبر من عام 2023 إلى 1968 قتيلاً و13319 جريحة ولافتت الوزارة إلى أن جيش الاحتلال شن الجمعة الماضية 109 غارات جوية على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في محافظات النبطية والجنوب وبعلبك الهرم الوضاحية بيروت الجنوبية أكد المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب أن مصير بلاده في أيدي الناخبين وفي تجمع حاشد في ولاية كارولينا الشمالية أشار ترامب إلى أنه سيرحل ملايين المهاجرين حال انتخابه محذراً من أن كل مدينة في الولايات المتحدة ستتحول إلى مخيم لاجئين خطير إذا فازت هاريس برئاسة تعهدت المرشح الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كمل هاريس بالعمل لوقف الحرب في الشرق الأوسط وإعادة المحتجزين الإسرائيليين إذا فازت بمنصب الرئيس كما تعهدت هاريس أيضاً في تجمع انتخابي بولاية كارولينا الشمالية بأن تكون رئيسة لجميع الأمريكيين واختتمت كلمتها بالتعهد كذلك بإشراك السياسيين من الحزب الجمهوري في إدارتها حال فوزها بالانتخابات انتهى الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر